بسم الله الرحمن الرحيم جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حرم الله هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار اللهم اجعل لهم من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة ومن كل بلاء عافية اللهم لا تقبض أرواحهم إلا وقد رضيت عنهم وأريتهم منازلهم من الجنان اللهم اجعل أعمالنا خيرها أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاك يا رب العالمين ونادنا يا كريم بعد لقائنا ودرسنا من السماء أن يقال قوموا مغفورا لكم أيها الأحباب ومع آي القرآن ومع روح القرآن ومع أفياء الروح ومع آية كلها أمل وكلها رحمة وكلها سعادة تجفف منابع الدمع من عيون المحزونين بل وتجفف ينابيع الهم والحزن من قلوب المفجوعين آية هي دوحة وكل القرآن دوحة دوحة لكل المتعذبين والمعذبين الذين ضاقت بهم الأفلاء الأفجاء الفجاد وضاقت بهم الأرض بما رحبت وبعضهم كأنما يتنفسوا من ثقب إبرة ويقول متى نصر الله ويقول متى فرج الله وينادي ضاقت واستحكمت حلقاتها ولا زال بانتظار للفرج متى يأتي هذا الفرج هذه الآية عندما تخرج من قلب نبي هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم وقد فقد الكريم يوسف عندما فقده ورأى أبناءه قد ضاقت بهم الأرض عقوه يوم أن ادعوا قتل يوسف وجاءوا على قميصه بدم كذب ثم بعد ذلك لاموه يوم أن ذهب بصره وهو ينتظر فرج الله القريب قلبه مطمئن ولسانه ذاكر ولا يبث حزنه إلا إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ذهب البصر وضاقت الأرض ولكن يوسف ذاك الفقيد ذاق ألما بعد ألم والده يوم أن ذهب بنيامين مع يوسف كان يشتكي واحدا ففقد اثنين وهو على يقين أن الذي بعثه وأرسله أن الرحمة تنتظره ولذلك قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون اليأس من الروح أي اليأس من الرحمة عذابات وآلام وفقد وبكاء ودعاء سنوات طوال يكفي أن تعلم أن يعقوب ذهب ضوء عينه ونوره وبصره ومع ذلك لم يشتكي يوما يشتكي الله على خلقه وما بث شكواه إلى عبد مثله وما قال طال الليل يا رب وما قال يا رب متى الفرج عنده يقين أن الرحيم الرحمن أرحم بيوسف وأرحم بن بن يامين منه هو عليهما ولذلك فوض الأمر وأفوض أمري إلى الله فوض الأمر وأتت بعد آلام السنين عندما رفع أبويه على العرش وخرّوا له سجدًا عند ساعة الفرج تذهب آلام وأحزان وانتظار وهم وغم واكتئاب وقلق ودموع يمسحها الله من قلوب المكروبين لكن بشرط أن يكونوا معه إننا في زمن أيها الأحباب زمن الضيق على أن البيوت توسعت ضاقة الصدور زمن أطباء النفس هموم وقلق واكتئاب وعدم رضًا بقضاء الله نشكي من النهار إذا أتى ثم نشكي الليل بعده نفرح بالأبناء إذا ولدوا ثم نشتكي عذاباتهم وجحودهم وعقوقهم نشتكي الفقر فلما شبعنا كان شبعنا هو المرض في أبداننا نعم أيها الأحباب ضاعت بسمة الكثير في هذه الحياة وصارت الحياة لبعض الخلق سجنًا كبير وهي سجن المؤمن بلا شك لكن المؤمن الذي يعرف ربه والله لا تضيق عليه مناكبها ولا تضيق عليه فجاجها معه رب رحيم رحمن خلق مئة من الرحمة وما أنزل إلا جزءًا واحدًا منها حتى البهائم يشتركون معنا في هذا الجزء وأمسك عنده جل في علاه تسعًا وتسعين جزءًا ثم نادى عباده ورحمتي وسعت كل شيء الله أكبر أيضيق عبد يعرف الله لا والله والله لا يضيق عبد وهو يعلم أن الملك سبحانه كتب كتابًا ما جعله في القرآن نتلوه عندنا الكتاب هناك على العرش مع رب العالمين بصفةٍ تليق بجلاله لا نكيف ولا نمثل ولا نعطل كتب في هذا الكتاب إن رحمتي غلبت غضبي إن رحمتي سبقت غضبي نعم يا عبد الله الله خلق الدنيا لا لنتعذَّب فيها اختلأ خلقها بين عبادة شكرٍ عند النعم وبين عبادة صبرٍ عند زوالها وعجبًا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير إن أصابته نعمى شكر فكان خيرًا له وإن أصابته أو أصابه بلاءٌ صبر فكان خيرًا له نعم أيها الأحباب نحن في هذا اللقاء نتحدث عن اليأس والقنوط عندما يمر على قلب المؤمن فيضيِّق الشيطان عليه دروبها الحياة ويجعله يتشاءم وغداً ضائع واللي بعده أضيع وغداً لن يكون فيه فرج وبعضهم أحبابي دفعها الشيطان إلى القنوط إلى اليأس أولًا إلى الترقب أولًا ثم اليأس ثم القنوط ثم اقترح الشيطان عليه اقتراح ضع حدًا لحياتك فقام وانتحر وقضى على حياته وقد مات هالكًا وإلى نار وبئس المصير إن لم يتغمده الله برحمته الهم والحزن والضيق والضجر والقنوط واليأس لا بد أن يمر على قلب كل أحد إلا أن المؤمناء إذا مر عليه الحزن استثمر الحزن واستثمر الأدواء والأمراض والأخذ والمرض والفقر وضلال الأبناء والديون والهموم استثمرها فلهج بذكر الذي رحمته وسعت كل شيء فيفرجها هلال بن أميه ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك الذين تخلفوا في غزوة غزوة تبوك العسرة عندما أمر الحبيب أصحابه أن لا يبايعوهم وأمرهم أن لا يكلموهم وأمر زوجاتهم أن يعدن إلى أهليهن فبقوا أكثر من خمسين ليلة في المدينة حتى أظلمت فجاجها لا يكلمهم أحد يلقون السلام ولا يسمعون الرد زوجاتهم عادا إلى أهليهن وليس بفراق إنما هو الضيق الضيق خمسون ليلة حتى أتى الفرج من السماء وصف الله ضيقهم فقال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إن نعم أيها الأحباب تأملوا في قصص الأنبياء كلهم نوح تسعمائة وخمسين سنة يدعو وهم يسخرون وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ثم بعد تسعمائة وخمسين سنة حصيلة الدعوة وما آمن معه إلا قليل صبر عجيب أين هذا الصبر من ذاك الذي لما أصيب بداء أو بمرض سكر ضغط سرطان شقيقة أي داء مات له ابن قطعت له قدم أين أنت من صبر الأنبياء تأمل في حياتهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى في النار يطرد من أرض بابل تسبى امرأته حتى أنقذها الله من فرعون يبتلى بالرحيل إلى واد غير ذي زرع ثم يتركهم يبتلى بذبح ابنه إنه الأواه المنيب إبراهيم الأمة ما بلغ هذه المنزلة إلا يوم أن اليأس ما مر على قلبه وما يأس من روح الله وأقسم بجلال الله أن العسر يتبعه يسر وأن الهم ينفرج وأنها إذا ضاقت سيأتي يوم وينسيك الله بمنه ورحمته وكرمه ينسيك الآلام لكن إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كانوا يدعون في السراء ولذلك عندما نادى ذا الذنون وهو في جوف الحوتي عرف الله هذا النداء الملائكة يشفعون تحركت السماء إنه كان له خفايا وله أسرار مع الله ولذلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم لا إله إلا أنت سبحانك ليست لي ذنوني ذنوني فقط عليه السلام بل هي لكل صاحب غم لكل صاحب هم وأيوب إذ نادى ربه ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين من الذي مسه الضر منا ليس رب أيوب فقط بل هو ربك فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر الله يفرج الكرب والعجيب أن الله إذا أحب عبدا صب عليه البلاء لأننا في اليسر وفي الرخاء لربما تضعف عبادتنا ويقل تعلقنا ولذلك أحبابي كما قال السلف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة وثق في الله الذي ييأس من روح الله عبد لا يعرف الله الأمور ترجع إلى الله والمقادير بيد الله وعاقبة الأمر إلى الله ولله عاقبة الأمور فإذا كانت العاقبة بيده فلماذا تضجر أعرابي قال له واعظ ويلك من الله قال ومن سيقوم بحسابي بعد موتي قال الذي سيحاسبك هو الله قال أمنا فما عرفنا الخير إلا من الله ما أجمل أن يعرف العبد ربه فيطمئن وأن هذا الضيق الذي يأكل قلوب بعض عباد الله إنما هو كيد الشيطان إنما هو وسوسة الشيطان ولذلك الله سمى من قنط من رحمته ضال وسمى من حالت القنوط دونه ودون عبادة ربه كافر إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قد يوصل القنوط إلى الكفر نعم يوم أن تغلق الأبواب والذي غلقها كيد الشيطان ووسوسة الشيطان أين الله كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام في فأل وفي ثقة بعطاء ربه في قمة الظروف الحالكة أبواب مغلقة دنيا كل من فيها كلهم يعادون في المدينة في غزوة الخندق يهود ومنافقين ومشركين وخيانات ومع ذلك كان يضرب بمعوله في الخندق فيرى ويبشر بفتح بصره وبفتح صنعه عليه الصلاة والسلام يعرف ربه ولذلك إذا رأيت إنسان تسكب يسكب الدمعة حزناً وقنوط كل يا شيخ ما طقيتها يمين انقلبت يسار كل ما أردتها تستقيم اعوجت اعوجاجها لأن الله يريد أن يسمع صوتك وقرعك لبابه أحب سماع صوتك فواصل ليس عجزاً من نصرتك ولا من عطائك أحب سماع صوتك ألا تحب سماعاً؟ أو ألا تحب الوقوف بباب الله؟ أما أذلنا الخلق؟ ونحن نقف بين يدي أبوابهم أما مددنا الأياد لهم فبصقوا في أيدينا وجحدوا لنا معروفنا وطردونا من أبوابهم ألا تقف أمام الله وباب الله الذي لا يرد السائلين وما بكم من نعمة فمن الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق اليأس إذن انقطاع للطمع في الشيء حتى يصل الإنسان إلى القنوط واليأس يسبق القنوط القنوط إغلاق لكل باب واليأس قعود لانقطاع الآمال من الخلق أو من الحل أو أن هذا الأمر لا يمكن يعوج قرأ إمامنا بشرى الأنبياء بشرى بشرى الأنبياء الرسل الذين نزلوا إلى الأرض منهم جبرايل يبشره بابن وهو قد بلغ التسعين والمرأة عجوز أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا الخطأ الخطأ يوم أن يفكر الإنسان بما يقاييس الخلق يقول كيف تصي فهمني يا شيخ أنت مسكيل أنا كمخلوق ما عندي حل لكن لو عرفت ربي علمت أنه إذا أراد الشيء قال له كن وإذا أراد أن يخلق شيئا خلق له سببه وسخر له الأسباب ثم بعد ذلك انقادت لك الدنيا وفرجت الكروب حبيبك عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وهي أحب البقاع إليه وإلى الله والتفت إليها والعين بها دمعة لكن عند الثقة بأنه سيعود ليهدم الأصنام حول الكعبة وعاد بعد أعوام قلائل في موازين الدول وأعمار الناس لا تحسب عاد عليه الصلاة والسلام مقنعا رأسه خاضعا لربه إذا جاء نصر الله والفتح ويقرأ حوله لما هدمت الأصنام وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يطوف مع أنه والله ما خرج من مكة إلا وهو على يقين أن يعود لها نعم لديه يقين لن يخلف الله له وعده ولذلك في بدر دعا عندما رفع اليدين وألح وأشفق عليه الصديق رضي الله عنه وبشره أن الله ينجز لك ما وعدك ومن أصدق من الله قيل البعض مننا لو أتى شخص قال دينك عندي علاج ابنك عندي نام الليل قليل العين ويمكن يصبح واللي قالت عندي ميت هو وما يلقاه في الصباح لأنه سبب لكن لو أنه رفع اليدين إلى الله دون أن يشتريط عليه ودون أن يقنط من رحمته ودون أن يأيأس من روحه والله ليأتينك الفرج قادم من أين لا تدري لكن الذي بيده مقاليد كل شيء القدير السميع البصير بيده سبحانه لك الفرج فكن معه جل وعلا ذم الله في كتابه القنوط ولذلك عندما قال جل وعلا في سورة الحجر قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال النبي ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فكل قانط كل يائس كل من ضاقت عليه مناكبها وظن أنه لا منجى قط قل المنجى من الله ثم إليه عد إلى الله كل إذا خفناه كل واحد نخاف منه نهرب منه إلا الله إذا خفنا منه هربنا إليه وعنده سبحانه عنده الفرج أم من يجيب المضطرى إذا دعاه ويقول جل وعلا واصفا حال المؤمن أحبابي كم ساعات الألم في حياتنا وكم ساعات العافية كم عفاك من يوم وكم أمرضك من يوم كم أغناك من يوم وكم أفقرك من يوم مما يستحي العبد منه من الله أنه لو حسب ساعات العافية لما صارت أمام المرض شيئا عافا بعضنا ستين سنة فلما أمرضه بعد الستين لأن له منزلة عنده في الجنة لن يبلغها بصلاته لن يبلغها إلا بالبلاء فابتلاه ضجر ويأس وقنط واشتكى الله على خلقه أعوذ بالله من القنوط وأعوذ بالله من هذا الكيد الشيطاني ولذلك يقول الله وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون كل البلايا نحن أسبابها وكل المصائب نحن من استجلبها إلا إن كنت عبدا تقيا فالبلايا والرزايا لرفعة منزلتك أنبياء زوجاتهم ما آمنوا نوح ولوط وأنبياء أبناؤهم هلكوا كنوح وآباؤهم كإبراهيم وأعمامهم كمحمد عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ما يأسوا وما قنطوا مع أنهم يرونهم قد هلكوا إلى النار إذن اليأس من رحمة الله والقنوط سببه الشيطان وما أصبنا من البلايا إلا بسبب ما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى ولذلك نادى الله في كتابه عباده قل يا عبادي الذين أسرفوا ساروا طريقا طويلا في الذنوب صغائر وكبائر وفواحش ومصائب وكل ما هم في الحياة يبعدون عن الله يبشرهم الله ويناديهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله في ذنوب كبيرة في ذنوب ما أحد يعلم عنها فيه مصائب فيه زنا فيه سرقات فيه لواط فيه مخدرات فيه فيه لا تعدد قال الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لماذا تيأس كيف تيأس ولذلك لو أن أحدنا يعرف أن الذي سيحاسبه أمه ما ينفرح أمي تكره الخطأ أن أخطئ لكن دام أمي اللي يبتحاسبني أمي هي الرحمة هي قرة العين هي أقدام الجنة في الدنيا لذلك خل أمي لو ضربتني أمي أطمئن أما والله إن ثقتنا في رحمة الله أنه أرحم بنا من أمهاتنا ولذلك يا عبد الله الله علم الذنب من عبده علم الذنب لكنه أحب بعد الذنب أن يتبع الذنب بتوبة لو لم تذنبوا وتستغفروا نذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم مما فتح الشارع الحكيم لنا أبوابه أنه بشرنا أن من علم النعيم المقيم لعباد الله التائبين المنيبين أو الصابرين على قضاء رب العالمين لو تعلم أيها الحبيب ما ينتظرك يا مهموم يا مديون يا مكروب والله يا مريض يا صاحب المرض الذي حار الأطباء في علاجه وحار الطب في دوائه لو تعلم ما لله عندك على صبرك اقسم بالله تتمنى أن تقرض يديك وبدنك بالمقارب وفي الحديث إذا رأى أهل الموقف أهل البلاء مما وفتح الله لهم يوم القيامة بسبب صبرهم من الأجور وفتح لهم الدور والقصور وانغمسوا في أنهار الجنة وصبغوا في نعيمها هل رأيتم شرًا؟ لا يا ربي ما رأينا شرًا وما مر بنا شرًا قط تمنى أهل الموقف ممن لم يبتلوا أن لو قرضت أبدانهم بالمقارب إنه الله هو أرحم بك من أمك ومن نفسك ولكنه إذا أحبك تبتلاك لما؟ لأنك في الدنيا يا أخي بعضنا يريد الدنيا أن تكون جنة ما يمكن تشبع ويجوع محمد عليه الصلاة والسلام تشفى ويمرض محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يموت مديونا في قبضات من شعير بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام وأنت بالغناء مات الحبيب مديونا أتبكي دمعته على تعذيب أصحابه ويأتي الضيف يقول الحبيب يوما هل عندكم شيء؟ يقول نساءه لا والذي بعثك بالحق يدخل على أم المؤمنين ويقول إني جائع بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني جائع يجوع من خير من وطئت ترى وأشبع أنا وأنت لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضا ما جاء محمد وشبعنا صلى الله عليه وسلم لكنها دار الأحزان طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار خلق الله جل وعلا من الرحمة كما قلت مئة فأمسك تسعا وتسعين رحمة بل ويخرج من النار قبضة من النار ويقول للجنة ولا أبالي يدخلهم الجنة وقد استحقوا النار ليس العصات بل أقل من العصات من واسع رحمته جل وعلا من واسع رحمته ولذلك افتتح كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم لم يقل بسم الله القوي المنتقم ولو قال فهي من صفاته جل وعلا الرحمن الرحيم حتى لا تقنط حتى لا تيأس حتى تعلم أن العبودية لله مبناها الرحمة مبناها الرحمة ليس العذاب ولذلك إذا خوفك أحد حتى قنطت هذا المخوف لك ليس داعية الداعية يجب أن يحببك في الله ثم يرغبك فيه ثم يخوفك منه حتى تجتمع أركان العبادة كلها في حياتك حتى لا تهلك وحتى لا تقنط من رحمة الله جل وعلا أحبابي ما صور اليأس التي نراها في بعض حياتنا من صور اليأس أيها الأحباب هو يأس أهل المعاصي فيأتي الشيطان ويقول له أذنبت أمس تتوب اليوم تسخر بربي أنت أنت لا يصلح لك إلا النار أسلك في هذا الطريق ما أنت ما بوجهك جنة وبعدين هذا رب لاحظ يعظم الله في قلبه هذا رب تضحك عليه أتسخر به يا أخي بلى أمس تشوف صور وتفعل الحرام ثم اليوم تأتي إلينا ساجدا قانتا ليه هي لعبة ثم بعدها تنتكس وبعد يوم الأحد تعود هذه لعبة هذه ليست توبة قل له بل توبة إن كانت صادقة فهي توبة لكن يقنطه من الرحمة وإنا بعض الجرائم اللي ارتكبت الآن روج شرب مخدرات فلما قنط من رحمة الله أن يتوب عليه قال عطونا كل اللي موجود من المخدرات عطونا الخمر والحشيشة والأفيون والحبوب خلاص خربها كما قال هي خربانة خربانة بل بعضهم يقتل أما رأيتم قصة صاحب التسع وتسعين الذي قتل ثم قال للعابدي ولو أتى عالم لما قتله أتى للعالم للعابد هل لك توبة؟ قال لا أجد لك توبة كان تسع وتسعين مثل مئة بل رقم مميز مئة أقتله فقتله وألحق بالتسع وتسعين خلاص ولذلك من ولأنه قانط يائس فلما قال له العالم ومن يحول بينك وبين التوبة أنت من تبتتوب لي لست تتوب لي تتوب لله الله يرضي المئة الذين قتلهم ويعفو لربما عنهم ويدخلهم الجنة لربما بعفوه لإكرام هذا التائب لإكرام هذا التائب الذي مات ولم يبلغ تلك الأرض إذن من صور القنوط القنوط من رحمة الله أي من التوبة من الذنوب ومنها القنوط من الشدائد أن لا تزول مريض مريض وطال مرضه مديون وطال دينه مسجون وطال سجنه أبناؤه طال عذابه منهم يمزق قميصه ويشد شعره وينوح ويجعر ويبكي أما لهذا الليل الطويل من فجر بعده بلى والله إن الفجر قريب وإن النصر لقريب لكن كم مع الله ولذلك بعضهم إذا طال يوسف في السجن سبع سنين لو قال كلمة لو اعترف كذبا على نفسه أنه راودها لما سجن سجن واستلسع سبع سنوات وينساه الغلام والغلام وهو قد أمرهم أن يقصوا القصة على الملك ونسوه في جب رموه وفي ظلمة سجن نسوه لكن بعدها وزير المالية الفرعوني لدولة فرعون ويكون كالملوك على عروشها وتأتي إليه الأرض من كل طريق حتى تأخذ الميرة منه ما العز الذي حاله ناله وحصله إنه كما قال الله عن ييوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد أيضا من صور القنوط القنوط من أنه لا تغير الواقع هذا ليس من كربة أنا فقير أبقى فقير لم أطلب العلم لا أطلب العلم زوجة أخلاقها سيئة أو زوج أخلاقه سيئة يقول خلاص أنا آمنت أنها هادم لذات وهي تقول أنا آمنت أن زوجي مفرق الجماعات ويعيشون على هذا القنوط الغير شرعي ومع أنهم لو تحركوا للتغيير الإيجابي بأن سألوا الله أن يغيرهم ليتغيروا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم لتغيرت يقول لي أب سجن ابني ثلاث عشرة سنة مجرم كل الجرائم الأخلاقية والمخدرات والاعتداءات فعلها دعوت عليه حتى قال لي داعٍ أما تدعو له فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن قال لي من الأبناء تسعة هو عاشرهم والله بعد أن ذاق الحلاوة الإيمان والهداية ابني بندر يوم من أيامه يسوى أخوانها التسعة كلهم في العمر كله من بره رده الله لا تيأس لا تيأس فإن قلب ابنك قلب زوجتك قلب شريكك قلب مديرك قلب كل قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن متى شاء أن يقلبها على الهدى قلبها فلا تقنط ولا تيأس وكن مع الله ليكون الله معك أيضاً من أنواع اليأس يأس من نصرة الإسلام حروب بلاد الإسلام تنور يحترق في الشام في العراق في اليمن في منمار في أفريقيا في بقاع كثيرة من الأرض جوع وقتل وانتهاك أعراض وتسليط أراضل الخلق من يهود ونصارى ونصيريين ورافضة على الموحدين السنة فيقول والله لا أعتقد أن لهذا الليل من فجر ولا للإسلام من نصر ولن أظن يا أخوان أظن إلى مئة سنة وأننا ساجدين أمام أعدائنا يليتك أن تسجد في قبرك وترحل لأنك أحد مروج القنوط في الأمة والله إنك مندوب الشيطان الرجيم لتسويق القنوط واليأس على المؤمنين وهذه شركة شيطان كو لتصدير هذا القنوط والهم حتى لا يقوم قائم من قال هلك الناس فهو أهلكهم يا أخي أنت إذا قلت لن ينتصر الإسلام كأنك تقول الله ليس قادر على نصرة أوليائه وسيسلط أعداءه على أوليائه أهذا يكون؟ يسلطون في أزمان ليميز الله الخبيث من الطيب وحتى يصطف الله منا ويختار منا شهداء وحتى يقيم الحجة على الأمة ولكن بعدها ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل والله لينصرن وكما في حديث خباب بن الأرد عندما قالوا ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا يا رسول الله قال إنه كان من قبلكم يؤتى بالرجل فينشر ما بين لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دين الله ولكنكم قوم تستعجلون هل أننا الأمة مستحقة للنصر الآن؟ هل الأمة تستحق النصر؟ إذا استحقت الأمة النصر نصرها الله لأن من شروط النصر أن ننصره فإذا نصرناه نصرنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم من اليأس وصوره اليأس من عدم نصرة الإسلام السؤال أنت مسلم أسألك بالله عطني إذنك هل نصرت الإسلام في نفسك؟ إذا نصرت الإسلام في نفسك ونشرت الخير في التي تستطيع نشرة ورحمت المؤمنين ونشرت الفائل بينهم أنت قد نصرت الإسلام النصر العام ليس بيدي ولا بيدك بيد الله ومتى يكون؟ إذا شاء الله كان فإذا جاء نصر الله جاء الله قال إذا جاء نصر الله والفتح سمى النصر له لما كان النصر له جاء فإذا كنا لازلنا لم ننصره فلن يأتي حتى نمحص نمحص ولذلك لا تيأس فالنصر قادم ربوا أبناءكم على أن ينصروا الإسلام وربوهم على الفأل ومن صوري أيضا اليأس اليأس من توبة العصات أو من الأزمات أزمات اقتصادية يقول يا شيخ الله العالم بعد كم سبوع بيصير الأرز بخمسمائة ريال والبنزين اللتر بخمسة ريال وأظن والله العالم يقولون إن فيه زلزال بيضرب البحر الأحمر وبتروح نصف وأظن هذا ودك تربطه وتضعه في زنزانة انفرادية هذا الظالم لأمته ولنفسه دائما دائما احتمالاته ودراساته وتوقعاته مصدرها الشيطان الرجيم هلك الناس هو الهالك أو المهلك لهم ولذلك البعض منهم أيضا فلان والله كما قال جار بن الخطاب عندما قيله أن عمر أسلم قال يسلم حمار بن الخطاب ولا يسلم بن الخطاب يعني هذا فاقد الأمل حمار بن الخطاب يمكن يشهد أن لا إله إلا الله ومع أن عمر أسلم في ذاك اليوم الذي يأس بعضنا يأس من بعض العصات فلان لا يهديه الله والله لربما يهتدي قبل موته بساعة فيهتدي بهدايته آلاف البشر أكثر من هدايتهم على أفضل الدعاة والعلماء وما أدرات وإياك أن تتألى على الله فإن مما يحبط العمل أن يقول العبد والله لا يغفر الله لفلان احذر يا عبد الله هذه بيد الله وليس بيدك بعد ذلك أيها الأحباب ننتقل وإياكم إلى آثار اليأس والقنوط ما هو آثار اليأس في الحياة؟ إنسان يائس ما تلاحظون أحبابي أن بعضنا حقيقة هو من الأخيار لكن يضحك بصعوبة وإذا يضحك شمر وجهه وانقبض من جديد ما يكون طلق الوجه ليس منشرح الصدر الحبيب في أحلك الظروف أنزل الله عليه ألم نشرح لك صدرك في مكة أي قد شرحت لك صدرك هذا استفهام تقريري ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك وهو لازال يعذب أصحابه وبعضهم في الحبشة وبعضهم يقتل وبعضهم على جذوع النخل وبعضهم يحرق ومع ذلك شرح الله له صدره في قمة الألم بلال يجر على البطحاء وخباب يكوى بالنار ويعذب آل عمار وتطعن سمية وتستشهد والرسول مع هذه الآلام عليه الصلاة والسلام منشرح الصدر كيف يا أحبابي مع الآلام ينشرح لأنه واثق بالله واثق في الله ولو وثقنا في الله كما وثق في قمة الآأ الألم يتولد الأمل وفي المحن التي تحرق تخرج المنح لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معيته أيضا ما هي الآثار من آثارها وبسرعة أن الإنسان يتصف بصفات الضالين والكفار أما يكفي هذا متى يكون القنوط كفرا إذا حال بينك وبين الطاعة صل ما ترك الصلاة مخدرات إدمان خلاص ما في فائدة الدنيا مظلمة يا أخي خلاء خلاص يمنعه من الطاعة فيكفر ويقول الله جل وعلا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون كما قرأت ضالون وإذا يجعلك ضالون وقد يوصلك القنوط إلى الكفر فاحذر أيضا من آثار اليأس أنك تكذب الله ورسوله الله يقول العسر يسر 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 بجميع أجزاء اليسر تلم شعة العسر فتيكون بعد العسر يسرا ولذلك الله أكد لك في القرآن إنا فإنا فإنا إن طيب من آثار القنوط أنك تكذب الله الله جل وعلا قد جعل الله لكل قدرا والتفريج الكرب أيها الأحباب والله أحباب إن بعضنا ما ينوم في الليل أحدهم اتصل عليه قال يا شيخ أنا خايف بكرة بيحد يقوم معي ويمكن يفصلونني ويمكن قد خايف من من قال مديرنا يا شيخ شراني ونظامي وأنا أخطأت والله ضاقت الأرض ضاقت الأرض وربك معك وانت الآن في الثلث الأخير من الليل وقد تنزل نزولا يليق بجلاله يا أخي هذه قلة حياة معك رب نازل يقول هل من سائل فأعطيه وقعد تدق على شيخ يا أخي أنا وش أسوي لك لو تبي سلف خمسة ريال يمكن ما أعطيك لكن هذا يُعطيك الفرج من كل طريق قال ماذا أصنع عندك الوضوء عندك ماء فضحك قالوا يا أحد ما عنده ماء يا شيخ قال التوضى يا أخي الحبيب وكبر وصل ونم بعدها فوض أمرك إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد واسأله وأنت مضطر يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ورح بكرة أقسم بالله مع طلوع الفجر يتبدأ ظلام مشكلتك فدق بعد الظهر قال والله إن المدير يتلاطف معي ويقول والله إني أظن خوفتك فزعتك هذه ترقية وخلت مدير مكتبي ما شاء الله صرت جنب الخزان يعني صرت جنب الموية أول كان يخشى أن يقطع رزقه فصار جنب صاحب قرار والقرار بيد الله ما نقول القصة دي عشان نشو ما نحتاج قصص حتى نؤمن أن الله يفرج الكرب إذا من آثار اليأس والقنوط تكذيب لله ولذلك بل قال بعض أهل العلم إن عدم إن اليأس من رحمة الله من باب التكذيب بربوبية الله مكذب هذا رب الرب يرحم من يربيهم ولا لا الأم ليه أم حبيبي يقولون ربت منزل مربي أمي حلوة اللبن قرة عيني أمي لو ضربتني ما ألذ من ضربها لو شتمتني ولذلك لو شتمتك أمك ما تروح تقول للناس أهانتني أمي أكرمتني أمي يوم أن شتمتني جميل هذا رحمتها هذا ربك وهو وهو رب العالمين هذا الذي ما بنى من نعمة إلا منه أمي أخرجتني من رحمها إلى الدنيا وربي يخرجني من النار إلى الجنة أحبه ولذلك من أحب الله والله ما ييأس أنا أحبه ولهذا تلاحظون اللي مخاطبين أول ما يخطب الشاب البنت ثم يعقد عليها قبل العقد لا يجوز أن يكلمها وبعد ما يعقد عليها يتصل بحيانا بعض النساء تشتمه اقلب وجهك قال هذا أجمل سنفونية سمعتها في الحياة اقلب وجهك جميلة لماذا يستلذ بي بشتمها وقلب وجهك ولا أشوفك وأنت كذاب يا أجمل أو أجمل موشحي مدح سمعته وبعد يومين تقوم الحرب العالمية الثالثة بعد الزواج ولذلك تجد أنه يتلذذ بشتمها أحيانا أنا أبغى تشحن لي عشرين يكفي قال والله ميتين وبعد ما يتزوج يأخذ جوالها يبيعه جزاها الله خير عموما أعود فأقول إذا أحببنا الإنسان قبلنا منه كل آلام وكل شتم أحبك يا أخي ولذلك إذا أحببتك افعل ما تشاء أن تحب الله أنت عبده وهو ربك أنت عبد وهو معبود وهو معبود يأخي استسلم له وتلذذ بأخذه ولذلك الرضا في قلب المأخوذ منه قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد والله أحبابي صلاتنا قيامنا سلاوتنا حجنا عمرتنا لربما لا تقودنا إلى جنان ربنا إنما الصبر على الآلام ونحن نحب الرحمن تبلغنا أعالي الجنان أيضا من آثار أيها الأحباب أو من من آثار اليأس أن ذلك سوء أدب مع الله وهذا داخل في الأولى أن اليأس سيء الأدب مع الله كأنه يقول أنت تستقصدني وأنت لا تريج أن تفرج لي وهذا قلة حياء من الله ولذلك قال بعض السلف عندما دخل على أحد أئمة السلف وهو يئن يئن من الألم وبعض الأنين خفف الألم صحيح لكن اسمع الوصية عالم لعالم قال يا أبا فلان إني قرأت في كتب السلف أن أنين المريض تكتبه الملائكة فما أن بعدها يخشى أن يئن فيفهم من أنه يعترض على الله يوم أن سلب عافيته وأيوب عندما طال البلاء به قالت زوجته أنت نبي أدعو الله قال حتى تستوي ابتلائي مع عافيتي عفاني أربعين إذا بلغت أربعين ثانية بدنا ندعو ما هذه النفوس ما هذه التي تستلذ الألم إنهم عرفوا الله أيضا من آثار القنوط أنه يؤدي إلى الفتور والكسل في الطاعة ولذلك البعض يأتيه الشيطان ويقول أنت عاصل والدليل أن تصلي وتصوم وصايم الأثنين والخميس ولازلت مديون ولازلت مريض دخلوك السجن دعوت دعوت ولازال السجن لا كان مسجون سنة أو سنتين وجدت قضية كانت غائبة وصارت ست سنين يقول الله ما يحبك شف ولذلك بعض الجمل التي نسمعها في بعض الأفلام وهي جملة في بعض معانيها كفر ليه يا ربي تفعل بي ذلك أنا ماذا عملت حتى تأخذ ابني أو تم كأنه يخاطب مخلوق إذن هي من آثار اليأس أنك تتوقف عن العمل وبعض المسجونين قال لي بعضهم والله يا شيخ ترك الصلاة بل يقول بعضهم والله ما يصلي وهو محكوم بالقتل بالقتل يعني ستموت والموت قصاصا يقول بعضهم نقول له قم صل فلا يصلي ويخرج لساحة القصاص فيقتل وما صلى الفجر قبله قنوط يأس وذلك الكفر كما قال قال الحق أيضا من آثار القنوط واليأس فسبب لفساد القلب القانط قلبه كالكوزي مجخية لا يؤثر فيه معروف ما يؤثر فيه نصيحة ولا وعظ يقص قلبه لأنها النكة السود فكلما نكتت نكته اسود ومن هنا أحبابي يأتيه الشيطان يقول بمجموع ظروفك هذه ومجموع ذنوبك أنت وينت وين وجهك هل ممكن تدخل الجنة؟ لا، إذن واصل في الطريق هذا فعلى الأقل يعني ما تضيع عليك الآخرة ضايع الآخرة زينها في الدنيا أو أفسدها في الدنيا أو استمتع في الدنيا فيقص القلب يا ذنب الله ومنها أيضا ذهاب الراحة اليأس من أكبر أبواب أحبابي ألم النفس والنفس تتألم أنت لو أن أحدا قرض إصبعك أو جرحك بموس فتألم هناك ألم أشد منه في النفوس الألم اللي يسببه الفصام وقبله الذهان وقبله الوسواس وقبله الأمراض النفسية الاكتئاب ما معنى في أحد مراحل الاكتئاب تضيق على الإنسان الدنيا بما رحبت ويقول أبا انتحر بموت يأكل حبوب يرمي نفسه هذه نسمعها كثيرا هذه الأيام وهذا من أبواب اليأس تجد أن بعضهم أنا قلت قصة أن رجلا خسر في سوق الأسهم ملايين وكان يأكل تمر ويضحك بجمع ما جواره وآخر عشرات الألوف خسر فكان يأتي للمشاكل اقرأوا علي تكاذ نفسي أن تخرج خرجت مئة ألف مني جمع السنين تعب السنين ثم يبكي ويقول اقرأوا وهذا له ملايين وياكل تمر وفي السكر فنقول له لا تأكل تمر يا المسكين اللي عطانا الملايين أخذها ثم ينتظر منا ماذا نقول حمدناه على أخذها بردها ربي والله أني واثق أن الله بردها عطونا تمر الخلاص يعني كان يأكل تمر الخلاص زهر الله خير فقلت له عجيب قال نعم الملايين اللي ذهبت من لي عطانيها قال قلت الله قال أخذها لما أنا أسأل قال يبتليني حتى يسمع هل أنا حمدت عند الإعطاء وحمدت عند الأخذ فإذا حمدت ردها بل أضعافها فوالله إن أحد أبنائه يقول إنه الآن من أثر الناس وتضاعفت ثروته ثقة في الله اليأس لا تيأس إذا أخذ منك لأنه يريد لك منزلة لن تبلغها إلا بالأمن أو بالثقة به سبحانه وتعالى اليأس أيها الأحباب يأتي على أنواع يأس عام وهذا يخرج كما قلت من الإسلام ومن التوحيد ويقعد الإنسان من العمل ويأس العصات ويأس العصات هو الذي رائج بين الناس وحتى أن مروج المخدرات مروج المسكرات اللي يروجون الفواحش واحد طالع طالع برا ولا داخل ويريد أن يهيئ ليلة حمراء أي ليلة معاصي إذا أراد لبعضهم شرب كأساً الليلة أتى الليلة الثانية قال يا شيخ أعوذ بالله أول مرة أشرب الخمر يا أخي لا تعرض قال يا شيخ خربانة يعني الآن تصير مطوع يا أخي كمّل القوارير اللي عندنا هذه وبعدين التوبة والآخرة مستأخرة هذا مثال عنده يعني بعدين أو أكرمكم الله زنى مرة مع صاحبه فاتصل عليه قال هناك فراش حرام قال له والله أنا ناوي توب قال ناوي تتوب هذا حلم بليس في الجنة أنتو أمثالك وأنا معك حاجزين أوكيه لجهنم تعال واسع صدرك هذه الليلة وعش هذا الكيد من العصات هو الذي يوصل الإنسان إلى القنوط وبعضهم إذا قلت سأتوب قال نسيت الصور عندي أرسلها لك ولا محفوظة عندك أعوذ بالله من الغواية وهذا مندوب إبليس لتقنيط عباد الله من الجنة أيضا الجهل أو أسرع أظن تأخرت عليكم ومن آتار القنوط الغلو في الخوف الخوف ركن من أركان العبادة ولا بد أن تدعو الله رغبا ورهبا ولكن الشيطان ماذا يأتي يجعلك تعبد الله بالخوف الخوف الخوف ولذلك بعض الناس إذا أردت الآن العاصي من أجمل الدروس للعاصي حتى يرجع إلى الحق أن تحبب في الله وترغب فيه وتذكره معين الحسنات أفضل من أن تذكره بالنار ابتداء أو بالقبر ابتداء ابتدئ معه بالرحمة كما أراد الله الحبيب ما أرسل إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولذلك منهج التقنيط قد يكون منهج دعوي عند بعض الدعاة وهو خاطئ أنا أحبب في الله أنا أحبب في الله وأفتح باب الأمل له ثم أقول الرحمن الرحيم تراه مالك يوم الدين وهذه سورة الفاتعة الرحمن الرحيم رحمة فقد ينطلق الإنسان إذن الله لا يعذبني قف هو رحمن الرحيم لكنه له يوم يدين فيه كل إنسان بما عمل وهو يوم الجزاء فيتوازن في القلب ميزاب المحبة وميزاب الرجاء وميزاب الخوف بعد ذلك أيها الأحباب أنطلق بعد ذلك ما هي الوسائل التي تخلصنا من القنوط أولا أن نعرف الله بأسمائه وصفاته أنا أدعوك أن تفهم معنى الودود الصمد الرحيم الرحمن واسع الرحمة واسع المغفرة ورحمتي وسعت كل شيء فمعرفة الله بأسمائه وصفاته تورث الطمانينة الثاني أن تتربى على حسن الظن بالله وأن تعلم أن الله فوق ما تظن ولذلك يقول الحبيب يقول الله أنا عند ظن عبدي به بي فليظن بي عبدي ما شاء اللهم إننا لا نظن بك إلا كل رحمة وخير وعفو فعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة منها أيضا أيها الأحباب من الأسباب أن تتعلق بالله أن تكثر من دعائه يا رب يا رب لها دوي في السماء يا حي يا قيوم لها دوي في السماء اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الحبيب داعيا يدعو بها قال لقد دعوت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب الله أكبر تعلق بالله استعم بالله خفف من علائقك مع البشر وثق في الله جل وعلا فربي عند ظنك ولذلك قال الحبيب لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله ولذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ولذلك كان من دعاء السلف ومنهم معاذ رضي الله عنه عندما أدركته الوفاة ماذا قال؟ قال يا رب كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك الله أكبر ما أجملها حياتي كلها بين الخوف والرجاء والمحبة لكن كنت أغلب جانب الخوف في الأمن وهذا الدين فالآن ما في خوف اليوم أرجوك اليوم أرجوك ولن يستطيع العبد أن يصل إلى الرجاء في ساعة الاحتضار إلا إذا كان يحسن الظن بالله ويعرف الله ويحب الله ومع الله ومعية العبد لله تجعله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أيضا منها مما يعينك ترويض النفس على الإيمان بالقضاء والقدر دائما إذا أخذ الله منك وطن نفسك على أن ترضى بعضنا يشق ثوبه يعني يمزق ثوبه ويصرخ وبعضهن تشد شعرها وماذا أصنع وقع القضاء فلا بد من الرضاء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك لكل شيء قدرا إذا ترضي ومن ترويض النفس على عدم الياز أن ترضى أخذ الله ابنك الله أرسل الخضر فقتل غلاما زكيا أفي قتل إنسان مصلحة نعم الله يعلمها فلماذا خشي الله أن يرهقهما طغيانا وكفرا أبويه كان صالحي فبعضنا يموت ولده واحد اثنين يمكن لو كبر صار عمر ثلاثين عذبك لكن الله أراده في العمر هذا وهو صالح أن يموت فيكون لك ذخرا عنده فتكون سبب دخولك الجنة احتسابك من مات من ولدك الله أكبر إنه الحكيم إنه العليم سبحانه وتعالى ومن ما يعين على ذهاب اليأس أنا أستعجل منها أن تدعو وأنت موقن بالإجابة روض نفسك أن دعاءك مسموع الله سميع خوله بنت تعلبة أتت رضي الله عنه أتت تشتكي بعد أن ظاهرها زوجها كانت عائشة هنا والحبيب يمين وهي هذه يسار أي أنها بينهما ما استمعت إلى الشكوى والله يقول قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله ما فيه دعوة ضائعة أنتم ممكن تطرق الباب ولا يردون عليك البشر تدق عليه جوال يسوي نفسه ما هم موجود يحط عليك إلغاء أو بلوك أو ما دروا بشي يسمونه ثم يلغيك المخلوق لا يريد سماعك أي دعاء أي دعاء ولو تقول يا رب ولا تكمل والله إن الله قد سمعها فإن شاء عجل لك دعاءك وإن شاء دفع عنك من البلاء قدر دعائك وإن شاء ادخرها لك في مكان أنت أحوج به من هذا اليوم أنت لن تعدم خيرا إذن تعلق بالله ولا تيئس أيضا منها الأخذ بالأسباب الأخذ بالأسباب والدليل على أن الأخذ بالأسباب واجب حتى لا نيئس أبذل السبب ثم ترك الأمر على الله تزوج وليس كل متزوج يأتيه أبناء لكن هل ممكن يأتي الأبناء بدون زواج يقول واحد الله قدير يرزقني الأبناء بدون زواج والله قدير يعطيك عقلا آخر غير عقلك هذا لأنك الآن تريد الشيء بدون سبب ولذلك أبذل السبب ثم أسأل المسبب ولذلك يوسف عليه السلام عندما لم ييئس وأمر أبناء هل لا ييئسوا تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيئسوا من روح الله كان يبذل أرسلهم جهزهم صحيح كان يعمل وكان من أسباب ثباتي يعقوب يعقوب أنه كان يعمل لم يكن نائما كان يعمل ويبذل السبب ولذلك تقول أنا بذلت السبب والمسبب إن شاء بارك جل وعلا في السبب وإن شاء لا يبارك في السبب المهم ألا أكون قاعدا ومن أسبابي أيها الأحباب آخر نقطة وأطلت عليكم من علاجات القنوط واليأس الزهد في الدنيا والتعلق في الآخرة لماذا إذا خسرنا الأموال زاغت الأبصار لماذا إذا ماتت الأبناء مات الأبناء زاغت الأبصار إذا مرض البدن بعضنا زاغ الإيمان من قلبه تدروا لماذا لأننا متمسكون بهذه الدام الإيمان باليوم الآخر يجعلك تعلم أن كل نقص هنا تمام هناك وكل مفقود هنا ستلتقي به هناك وكل آل من هنا مع صبغة في الجنة ينتهي هناك أيجزع عبد الله يجمع له أن يكون في الباقية سعيداً فينغص عليه في الفانية عيشه الأنبياء كان عيشهم ما كانوا أغنياء إلا ما كان من سليمان ما كانوا أنبياء الأنبياء أغنياء كانوا يعملون بأيديهم لهم حرف وكلما أتوا لأقوامهم ينادون لا نسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الله عاشوا في حالة لتلكفاف لأنهم آمنوا أن لهم نعيم مقيم مع باب فردوس الأعلى هناك وهناك تنتهي الآلام وتودع الأحزان فكن مع الرحمن يدخلك أعالي الجنان اللهم إنا نعوذ بك من القنوط واليأس اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم اختم بالصالحات آجالنا اللهم اختم بالسعادة آجالنا واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله يا رب اجعلنا فوق الأرض في أنس وسعادة ورضا اللهم إنا نعوذ بك من القنوط يا رب العالمين نعوذ بك من الكفر والظلال حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم حرِّم الحاضرين والمستمعين والمشاهدين عن النار واختم يا ربي آجالنا بطاعتك واجعل النداء في ختام اللقاء قوموا مغفوراً لكم قد بدِّلت سيئاتكم حسنات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة